في منصات كالمعتاد جولة في وسائل التواصل الاجتماعي وإيضا الإعلام الرقمي البداية ستكون من صفحة الجمعية جمعية طنجة مدينتي عدد ليس بالهيئة يتابع الصفحة أكثر من 19 ألف أو 20 ألف قربوليها تقريبا متابع لهذه الصفحة التي تضمن منشورات متعددة متنوعة حول أنشطة الجمعية انطلاق نشاط اختيار الدفعة الخامسة من مشروع أكاديمية طنجة مدينتي باختيار كيكون محمد كونكور ولا كيكون مباراة لدخول الأكاديمية مش بهذا المعنى حيث الأكاديمية كانت طمح أنها توجد فحمش يقوله رواد وقادة الغد إذن الاختيار ما يخصوش يكون عشوائي نحاول نختاره زيما نخبض نخبض تلاميذ عن طريق أول حاجة كنعملوا مثلا استمارات كنعملوا مقابلة فرضية مع المعنيين كنعملوا في حال ما نقوله ألعاب جماعية اللي كان قدروا لمسوا فيها فعلا ديك الحص القيادة القدرات ديالها التلامت روح المجموعة روح المجموعة التفاعل قيالهم مع بعضهم طريقة تفكير قيالهم كذلك كان طلب صراحة طلبات الانخراط في الأكاديمية مثلا نهدر على النسخة الأخيرة تقريبا راه عن ندبة عشرين جو تقريبا شي شي كانوا شي ثلاثين عشرين منهم هما اللي قبلوا هما اللي يوفروا نعم جميل المنشور آخر شهدت اليوم جميع الطانجة مدينة 12 يناير 2020 بالمركز الثقافي المتوسطي تكملة للدورة التكوينية التي انطلقت يوم الأحد المنصرم ما حالك تكون المدة الزمنية يا محمد ديالندوات بالنسبة للندوات شو لها بالنسبة لهذه هذي كانت فورماسي يعني هذي اللوات التكوينية بالضبط يعني بالنسبة لهذي يكونوا على حساب السيجي الموضوع مثلا بحل هذا الآخر كان جيسيون دو بخوجي عملنا فيها ثلاثة ديال الحصاص ديال كل حصة كان فيها تقريبا ثلاثة ثلاثة ونصلا ساعة ونصف بشاركة مع واحد المركز مركز تيشاري إيكوتا اللي حاولنا هو اللي هو عضو يعني مدير هذا المركز هو عضو في الجمعية اللي كان عضوه في حالة دي وباقي الحد اللي هو عضو معنا وهو اللي اللي قدر يأسور لنا هذة جميل كتستفدو من الموارد البشرية الخاصة بالجمعية هنا أيضا مشروع أكاديمية طنجة مدينتي كان يوم في مقر المركز ثقافي المتوسطي محاكاة المتحان الشهادي لفادة تلميذ السنة الثالثة نفس المحور تحدثنا عنه قبل قليل في الجزء الأول مجموعة من التعليقات اللي كانت تشيد بالجمعية وأيضا بالعمل الذي يتم تقديمه وجوه جمعوية مميزة موفقون بإذن الله محمد الصاروخ كريمة رحالي ألف مبروك عزيزتي ما أردتش على منك تدار لسنة على أمينة على المهم على المهم أم عبد الله هي الأم الله المهين هذا تعليق خاص والولدة كتعونك بتعليقات مويت جميل زدا حتى أساركوا كيكونوا مندمجين معاك في هذا العمل هذا أمر ما فروغ منه بالنسبة سنة المهم بالزيان من التقدم والنجاح أكبرك الله على هذه الخدمة اللي خليتنا بأن نعيشوا معك لحظات زوينة واخر ما كناش حاضرين فيها شكرا بالزاف في طنجة من خلال منصة التواصل الاجتماعي كتشوف يعني إقبال من الشباب ممن استفاد ممن يبحث ويتطلع للاستفادة من الراغب بالاكتشاف من الذي يثني على العمل المقدم كين تفاعل منهم من خلال منصة التواصل الاجتماعي الحضرة فيها الجمعية؟ الحمد لله كانت تفاعل سواء بوسط الزعمة التعليقات في حالي شفتهم تلاميذ أو الفئة المستهدفة ديانا إما كيكونوا عندهم أسئلة خاصة بهم أو لا حالي قلت رسائل تحفيزية ورسائل دائماً المشاريع اللي كان نعملوهم وكذلك عبر الرسائل الخاصة كيرسولنا على الخاصة كتواصلون أنتما كأعضاء جمعية كمكتب تنفيذي مثلاً؟ ضرور مع تساؤلات الناس مع اقتراحاتهم؟ نحاول أن نجيب زعمالة أكثر الأسئلة الممكن أن نجيب عليها إما في الخاصة إما في التعليق وأنا نوصلوا يعني ذكر الرسالة سواء مباشرة وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي هو واحدة ركيزة أساسية بالنسبة للجميع دينا حيث هذه هي الوسيلة للتواصل مع المستفيدين مستغلية المنصات التواصل ككل لإنستغرام مثلاً يوتيوب لديك قناة كين قناة يوتيوب خاصة بالفيديو ستخلق تخضرات جبار غالي فيديو اللي صارتناك كم جبنس وكين طاقة مكلف بالتصوير ومونتاج خالي ديو تواصل المقسم عن خالي ديو الكتابة خالي ديو تصوير المونتاج خالي ديو ديزاين يعني كنحاول أنا نخدمه هيدا في كفكرة وهذا العمل الممنهج ربما اللي أصبح يوتي أوكله يعني بكل صراحة أنا مجيت مثلاً نعدل حلقة ملقيتش مشكل لأنه كين مواد موجودة متوفرة على صفحتكو كين معلومات كين مجهود يعني أثر العمل الذي يقدم موجود على المستوى الإعلامي وهذا أمر هام جداً يعني كتعطوه أهمية أنه لا بد أن يبقى عملكم خبع غير بيناتكو والذي غير على الحدود الطانجة يوصل للمستوى الوطني وهو كجمعية حنا كما قلت نقسمين على مجموعة خلايا أو مجموعة ليجان كنا خالية مختصة من كيقول كوميونيتي مناجمنت اللي فيها كما قادلت سيهم كنا حاولو نوفروا الأعضاء اللي اللي كي 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 قصروا على الكيتا سناء منهم هتشوف سيهم هنا يا فتسويرا لأنا كنا عيطوا للميس تكست هي و الأعضاء آخرين بيانسو وكين نعاوتي كما قلت اللي متكلف خاصة بالتصوير وكين نعاوتيان اللي متكلفين سبيسيال بالفيديو والمونتاج الهدف هو أنه نوصلو نوصلو العمل دينا ما يبقاشي محصور وكان عرفه غير حناية وللمستفدين اللي يجوا والعمل كي يوصل وهناك مواقع كثيرة تتحدث عنكم نتابع بعض منها شمالي.م.ا يهم التلميطانجة مدينتي تكشف عن أبرز مشاريعها خلال سنة 2020 أيضا تطوان جريدة إلكترونية جمعية طنجة مدينتي تنظم ندواء صحفية ومجموعة من المواقع الأخرى للأسف الوقت ذهمنا أيضا هناك دور ربما مجتمعي قلتي لي علي قبل قليل وفيه محاور خمسة رئيسية قيم ديمقراطية تنمية اقتصادية مجتمع مبدع محمد لو أردنا الختام بها يعني هذا الرؤى والأهداف الواسعة ربما الكبيرة أيضا يعني قابلة للتطبيق انطلاقا من طنجة هذا طموح ديال نهض مجتمع الغد كخصو في حال ما نقوله إحنا يا وصف والوصف عملنا زيما حددنا الملامح قيلو قلنا هذا المجتمع الغد اللي بغينا بغينا مجتمع ليكون في نفس الوقت هو مجتمع معرفة كتحقق فيه الإنتاج المعرفي الناس ماشي مستهلك المعرفة مجتمع قيم مجتمع قيم مجتمع قيم متبعين متبع بالقيم ديالتضامن قيم ديال قيم الإنسانية بشكلها تماما وديمقراطي مجتمع ديمقراطي مجتمع ديمقراطي مجتمع اقتصادي ومجتمع مبتعة هذا خمسة ديال ركائز للمشاريع كاملة هدف حمشي نقوله هي نقطة النهاية اللي دائما كان طمحوا أننا مجتمع هدف